أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكلفات من الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي يأتي إعدادها في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص وسرعة إطلاقها وخلال اجتماعه مع وزير المالية وعدد من المسؤولين أشار مدبولي إلى أنه تم عرض أبرز ملامح هذه الوثيقة على مجلس الوزراء ومن المقرر إطلاقها قريبا كما أن هناك تكليفا آخر من الرئيس بدعم البرصة المصرية بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية ومن ثم فالحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية خلال هذه الفترة من خلال وضع خريطة طريق لتحقيق هذه المستهدفات